أنيميا البحر الأبيض المتوسط ثلسيميا وسميت بهذا الاسم لأن منشأ المرض كان في حوض البحر الأبيض المتوسط ويمكن تعريف الثلسيميا بأنها اضطراب وراثي وخلل جيني يؤثر في عملية إنتاج الهيموغلوبين وينتقل هذا الخلل وراثياً من الآباء إلى الأبناء مما تسبب في انخفاض مستوى الأكسوجين في الدم ويمكن تقسيم الثلسيميا إلى نوعين حسب الجزء المصاب من الهيموغلوبين ألفا أو بيتا النوع الأول ألفا ثلاثيميا يتكون الهيموغلوبين من أربع سلاسل جينية من النوع ألفا اثنتان من الأب واثنتان من الأم وعند حدوث خلل أو قصور في هذه السلاسل ينتج ما يسمى ثلسيميا ألفا فعند حدوث خلل في سلسلة واحدة يعد الشخص حاملاً للجين المصاب وبلا أعراض ظاهرة وعند حدوث خلل في سلسلتين يعاني الشخص الحامل لهذه الجينات من أعراض بسيطة قد لا تظهر ولكن يمكن اكتشافها من خلال فحص الدم أما عند حدوث خلل في ثلاث سلاسل فيكون هناك فقر دم شديد وتتراوح الأعراض بين المتوسطة والشديدة وقد يصاب بتشوه في العظام وكذلك بتضخم في الطحال ولكن عند حدوث خلل في أربع سلاسل فتسبب في وفاة الجنين قبل الولادة أو بعد الولادة مباشرة النوع الثاني بيتا ثلاثيميا يتكون الهيموغلوبين من سلسلتين من النوع بيتا تورث كل سلسلة من أحد الأبوين وعند حدوث خلل أو قصور في هذه السلاسل ينتج ما يسمى ثلاثيميا بيتا فعند حدوث خلل في سلسلة واحدة الثلاثيميا الصغرى لا يعاني المصاب بأعراض ظاهرة سوى فقر دم بسيط يظهر أثناء التحاليل الروتينية للدم أما عند حدوث خلل في سلسلتين الثلاثيميا الكبرى فلا تظهر الأعراض عند ولادة الطفل ولكن تبدأ في الظهور خلال العامين الأولين من العمر حيث يعاني المصاب أعراض فقر الدم الشديد ويكون بحاجة إلى نقل الدم بشكل منتظم ليتمكن من الحياة بشكل طبيعي أعراض الثلاثيميا تعتمد على نوع وشدة المرض ومن أهم الأعراض الإحساس بالتعب والضعف العام شحوب واصفرار في البشرة تغير لون الدم إلى الداكن ضيق في التنفس انتفاخ في البطن تشوهات في العظام انتفاخ الطحال وجود مشاكل في القلب والكبد بسبب تكدس الحديد بدلا من إعادة استخدامه ترجمة نانسي قنقر